موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا جماعة معكم عمر موبايل اوبو اس ري اس عمل مبيعات كويسة جدا في الفعل اقتصادية السعر وحقق نجاح كويس في السوق المصري ولكن دايما احنا متعودين على كل جديد من شركة اوبو علشان كده هي عملت موبايل يبقى خليفة لي في الفعل اقتصادية السعر والموبايل ده هو موبايل اوبو اي فايف اس والموبايل ده شبيه بموبايل اوبو اف ناين وموبايل اوبو اي سيفن في شكل الشاشة النوتش وكده ولكن بيختلف عنهم في حاجات تانية وفي فيديو النهاردة احنا هنتعرف عن مميزات وعيوب وسعر موبايل اوبو اي فايف اس فيلا بينا نبدأ الفيديو ورقم واحد هي تصميم الموبايل الموبايل بيجي بشاشة من قدام اللي هي المعروفة في شركة اوبو بووتر دروب سكيرين او نقطة المية ودي بيبقى فيها الكاميرا والشاشة هنا شبيهة بشاشة اوبو اف ناين وموبايل اوبو اي سيفن والشاشة هنا من نوع اي بي اس ال سي دي ومساحة الشاشة ستة فاصلة اتنين انش بجودة اتش دي بلس بدقة الف خمسمائة وعشرين في سبعمائة وعشرين وطبعا بمعدل كسافة بيكسلات 271 بيكسل لكل انش وبابعاد تسعتاشر لتسعة وطبعا الشاشة عليها طبقة حماية كورنينج جوريلا جلاس سري اما طبعا تصميم الجهاز من الظهر فالظهر مصنوع من البلاستيك او من مادة البولي كاربونايت ودي طبعا عادة الفئة لاقتصادية السعر وهو بيديني هنا لمعان زي الازاز ولكن طبعا هو تصنيع الموبايل من مادة البلاستيك رقم اثنين كاميرا الموبايل الموبايل بيجي بكاميرا امامية بدقة 8 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة F2.0 والكاميرا الامامية هنا كويسة الى حد ما وبتديك اداء كويس وفيه كمان فيها وضع البرتري او وضع العزل ودي ميزة كويسة من الكاميرا بتاعة موبايلات اوبو اما بالنسبة للكاميرا الخلفية بتاعة الموبايل فالموبايل بيجي بكاميرا خلفية مزدوجة وبرزة شوية عن جسم الجهاز والكاميرا هنا بوضعه افقي والكاميرا الاولية بتيجي بدقة 13 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة F2.2 اما الكاميرا التانية فبتيجي بدقة 2 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة F2.4 ودي طبعا خلاص عرفناها عشان وضع البرتري او وضع العزل ومعهم فلاش احادي من نوع LED Flash وطبعا الكاميرا الخلفية هنا بتدعم الزكاء الصناعي او وضع التجميل AI Beauty 2.0 وده طبعا احنا متعودين عليه في كاميرات اوبو وبرده الكاميرا الخلفية بتدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD بدقة 1080 بمعدل 30 اطار في السنة رقم 3 معالج الهاتف التليفون بيجي بمعالج MediaTek Helio B 6765 بتقنية 12 نانوميتر ودي طبعا تقنية موفرة للبطارية ولكن اداء المعالج هنا اداء عادي او اداء متوسط مش يعني اداء قوي جدا اما المعالج الرسومي بتاع التليفون فهو من نوع PowerVR 8320 مع خاصية تعزيز الالعاب ودي طبعا من خلال الجيمس بيس وحب اطمن جمهور بوب جي كله ان الموبايل بيشغل بوب جي وبيشغلها كويس جدا ومفيش اي مشكلة وهعمل تجربة برضو عملية علشان اسبتلكه دون وتتطمنه يعني رقم 4 زاكرة الموبايل الموبايل بيجي بنسختين النسخة الاولانية 2 جيجا بايت رام مع زاكرة داخلية 32 جيجا بايت اما النسخة التانية فبتكون 3 جيجا بايت رام مع زاكرة داخلية 32 جيجا بايت رقم 5 حماية الهاتف التليفون بيدعم الحماية من خلال بصمة الاصابع ودي موجودة هنا في ظهر التليفون وسريعة جدا وكويسة ومعاها كمان خاصية الفيس ان لوك ودي من خلال الكاميرا بتاعت الموبايل رقم 6 بطارية التليفون التليفون بيجي ببطارية كبيرة جدا مساحتها 4,230 ميلي أمبير والبطارية هنا بتكفيك يوم ونص ألعاب ونت واستخدام كويس جدا وطبعا مش هتبقى الان الموبايل ممكن يفصل منك في أي وقت او كده او يعمل معاك دقة مش كويسة رقم 7 نظام تشغيل الهاتف التليفون بيجي باندوريد اوريو 8.1 مع وجهة مستخدم اوبو كالر او اس 5.2 وطبعا الموبايل بيدعم شرحتين من نوع نانو وبيدعم كارت موموري لغاية 256 جيجا والثلاث شرايح دول ممكن يركبوا مع بعض في بيت واحد وطبعا موبايل A5S بيدعم سماعات الأوزن من منفذ 3.5 ميلي وده موجود في أسفل الهاتف وبرضه بيدعم منفذ USB ميكرو وبرضه موجود في أسفل الهاتف وطبعا الموبايل بيدعم مستشعرات كتير زي التصارع والقرب والبصلة ومستشعر الجيروسكوب وده المسؤول عن نظارات الVR والموبايل بيجي بثلاث ألوان الأحمر والأسود والأزرق غيوب موبايل A5S أول عيب أن الموبايل مفيهوش لمبة إشعرات ثاني عيب معانا أن الموبايل بيجي بأندوريد أوريو والمفروض يعني ليه منافسين أعلى منه بيجي بأندوريد باي فكانت قبه المفروض تنزل الموبايل بأندوريد باي العيب رقم 3 أن أنت للوهلة الأولى لما تشوف الموبايل دوان هتحس أنه هو موبايل A3S ولكن تم إضافة ليه البصمة اللي موجودة في طهر التليفون وتم تغيير الشاشة لووتر دروب سكرين فما فيش اختلافات كتيرة بينهم يعني وأخيرا سعر الموبايل بالنسبة للنسخة 2 جيجا بايت رام مع 32 جيجا بايت ذاكرة داخلية دي هتكون سعرها 2690 جنيه مصري أما بالنسبة للنسخة اللي هتكون 3 جيجا بايت رام مع 32 جيجا بايت ذاكرة داخلية فدي سعرها هيكون 2900 جنيه مصري ولغاية كده يا جماعة بنكون وصلنا لنهاية الفيديو أتمنى إن هو يكون عجبكو وأتمنى إن أنا أقدمت معلومات كافية عن موبايل أوبو A5S متنساش تعمل لايك وشير للفيديو ولو كنت أول مرة بتشوفني ياريت تعمل اشتراك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان تشوف الفيديوهات اللي بعد كده وحساباتي تحت في الديسكريبشن ياريت تتابعني عليها وقناة ميدو برضو معايا ياريت تتابعوه بيعمل فيلوجات وجيمنج ورياكت على مسلسلات وأفلام وحاجات كويسة واشوفكو على خير بإذن الله في الفيديو اللي جاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام اشترك في القناة وفعل زرار الجرس وما تنساش تعمل لايك للفيديو